اشتركوا في القناة وكذلك اساسيات إنتاج المحاصيل من محاصيل الحبوب ومحاصيل أليف ومحاصيل أعلاف ومحاصيل سكر والعمليات الزراعية التي تتم أي محصول من خلال عمليات الخدمة قبل الزراعة وبعد الزراعة من عمليات حرس وتسحيف وتسوية وتأسيم وتخطيط إلى بعد الزراعة اللي هي الطريقة اللي انت بتزرع بيها وعمليات الرأي والعزيق والخف والترقيع والتسميد وكل العملية حتى عملية الحصاد السنة دي احنا مع بعض المنهج هيكون مختلف شوية لمادة المحاصيل ليه لان احنا هندرس من خلاله تنمية عناصر الانتاج المحصولي والزراعة العضوية الدورات الزراعية خصب التربة تصميم وتحليل التجارب التقاوي ازاي تتعرف على التقاوي تنتجي التقاوي بانواحها واسلوب الادارة المزرعية النهاردة مع بعضنا ان شاء الله في اولى حلقاتنا اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة هنتكلم عن الزراعة العضوية الزراعة العضوية وعلاقاتها بالامن الغذائي تعالوا نشوف مع بعضنا كده ايه هي الزراعة المستدامة الاول للتعريف بتاعها هي الزراعة التي تتم على اساس استغلال التربة مع المحافظة على المصادر الارضية والمائية من التدهور لتفي بمتطلبات الاجيال القادمة الى جانب المحافظة على البيئة معناته ايه الكلام ده معناته ان الزراعة المستدامة اللي انا بزراحها اللي احنا كلنا متعودين عليها هي الزراعة اللي انا بستغل فيها التربة مع المحافظة على المصادر ايه الارضية والمائية من التدهور يعني احنا حافظ على الارض بتحتي ما يحصل لهاش لها عملية انجراف وتصحر وتعري وحافظ على الخصوبة بتاعتها بتجديد ايه المادة الغذائية اللي انا بضيفها وكذلك ايه العمليات الزراعية اللي هي بتتم مع الارض علشان احافظ ايه على خصوبتها لتافي بمتطالبات الاجيال القادمة الى جنب المحافظة على البيئة ليه لان الارض دي حق لنا وحق لأولادنا وأولاد أولادنا فلازم ان نحافظ عليها علشان نسلمها لهم زي اللي قبلهم ما سلموا لنا يعني احنا نحافظ على ارضنا في كل شيء يعني من خصوبة وصيانتها وكذلك الموارد ايه المائية ايه بتاعتنا والمحافظة ايه على البيئة الزراعة العضوية تعريف الزراعة العضوية ايه هي الزراعة العضوية هي نظام انتاج زراعي اجتماعي بيئي متكامل يتجنب استخدام الاسمدة المعدنية والمبيدات المختلفة المخلقة والتي تتلامس مباشرة مع النبات او الطربة او الاملاح الطبعية هو نظام زراعي اجتماعي يعني حضرتك دلوقت انت ممكن تروح السوبر ماركت علشان تشتري خضار او تشتري فاكهة فانت بتلاقي الخضار او الفاكهة فيه نوعين نوع عادي ونوع مكتوب عليه عضوي او مكتوب عليه اورجانيك هتلاقي الصفات العادي ممكن تكون عالية شوية يعني الشكل جميل والحجم كويس وكل حاجة ولكن السعر اقل والنوع التاني اللي هو مكتوب عليه عضوي يعني ايه مش في نفس حجم التاني او في نفس ايه اللون ولكن اغلى في السعر ليه لان اللي هو تم انتاجه في الزراعة العضوية ليه صفاتها نتعرف عليها دلوقت وهنعرف اهميتها ليه لان ما استخدمناش في الزراعة العضوية اي نوع من انواع المبيدات ولا اي نوع من انواع الاسمدة المعدنية تعالوا مع بعض نشوف العناصر التي يعتمد عليها نظام الزراعة العضوية الزراعة العضوية عندي النظام ده ايه اللي هو اللي يعتمد عليه علشان خاطر اقدر احصل على محصول اقتصادي ومربح ليه ومع المحافظة على نظام البيئي اول حاجة دورة المحاصيل يعني ايه دورة المحاصيل يعني انا احنا هندرس ان شاء الله في الدروس الجاية حاجة اسمها الدورة الزراعية ان انا بزرع محاصيل بتخدم بعضها البعض محصول بكولي مع محصول نجيل محصول متعمق الجزور مع محصول سطح الجزور محصول مجمع للتربة مع محصول مفكك علشان خاطر احافظ على النظام البيئي بتاعها وحافظ على التربة بتاعتي من عملية ايه التصحر وحافظ على ايه خصوبتها دي هي اللي هي ايه دورة الدورة ايه دورة المحاصيل بقية المحاصيل انا لما يكون عندي محصول زي محصول البرسيم وجيت في الحشة الاخيرة اه ممكن اسيبها وفعند عمره معين احرتها في الارض يبقى انا خلطت بقية المحصول كده ايه في الارض لما يحصل لعملية التحلل الارض هتستفاد بيه وهيزود لي نسبة العناصر الغذائية اللي هي ايه موجودة في التربة سماد المشية ايه هو سماد المشية طبعا هي اي فرشة انت بتحطها للحيوانات عندك في المزرعة بتاخدها ديت بتعتبر سماد ليه لان الراوس والبول بتاع الحيوانات لما بينزل على الفرشة ديت سواء كان بقية النبات او كانت التربة بيتم تحويلها الى سماد اللي احنا بنقول عليه السماد البلدي او السبخ ده طبعا غني بجميع العناصر ايه الغذائية ولكن بكمية ايه محددة بعد كده البقوليات ايه هي البقوليات هي جميع انواع المحاصيل البقولية اللي بيتكون على المجموع الجزر بتاعها عقد جزرية بتقوم بتثبيت الازوت الجوي في صورة نيتروجين في الطربة بيستفاد بها النبات وبيستفاد بها ايه المحصول اللي بعد كده ومن امثلاتها طبعا الفول البلدي الترمس والحمص البرسيم دي كلها محاصيل ايه بقولية العنصر اللي بعد كده التسميد الاخضر ايه هو التسميد الاخضر احنا قلنا في الاراضي الجديدة زي الاراضي الرملية بزرعها الاول مرة ممكن ازرع برسيم تحريش اخد منه حشة والحشة تانية احرتها مع الارض او ازرع ترمس وحرته مع الارض دي اسمها تسميد اخضر ان انا احرت المحصول البقولي في الارض علشان يزود لي خصوبة الطربة وازود المحتوى الغذائي والدول بتاعها علشان خاطر يديني محصول اقتصادي في المحصول اللي انا هزرعه بعد كده البقايا العضوية من داخل وخارج المزرعة يعني ايه البقايا العضوية من داخل وخارج المزرعة بمعنى انا عندي دلوقتي تقليم في المزرعة بتاعتي طالح فروع اشجار وطالع عندي بقايا محاصيل سابقة زي حطب الدراء حطب القطن تبن الرز تبن الامح ممكن استخدمه ان انا اعمله ايه مادة عضوية واضيفه ايه للارض مرة تانية تستفاد بها ايه الارض ويحسن عندي خواص التربة نيجي بعد كده نعمل مقارنة بين الزراعة العضوية والزراعة المتكاملة ايه هي الزراعة العضوية زي احنا ما عرفناها اللي هو النظام البيئي واجتماعي متكامل ما بيستخدمش فيه اي نوع من انواع الاسمدة او المبيدات ايه المخلقة وكذلك ايه الاملاح المعدنية اما الزراعة المتكاملة زي احنا ما تكلمنا عليها في الاول خالص عرفناها اللي هي الزراعة ايه المستدامة اللي هي الزراعة العادية اللي احنا ايه بنزراحها تعال نشوف المقارنة مع بعضينا كده كده وجه المقارنة بين الزراعة المتكاملة والزراعة العضوية أول عنصر عندي الكيمويات ومبيدات الحشرات والفطريات والحشائش في الزراعة المتكاملة هتستخدم كيمويات ومبيدات حشرات وفطريات وحشائش ولا مش هتستخدم نشوف مع بعض في الزراعة المتكاملة مسموح بها مع عدد من المحددات يعني بنسب معينة حسب التوصيات اللي هي نزلة مع نوع المبيد اللي هو خاص سواء كان مبيد حشرة او مبيد ايه فطر في الزراعة العضوية هيحصل ايه غير مسموح في الزراعة العضوية غير مسموح نهائي ان انا استخدم اي مبيدات كيموية او مبيدات حشرية وفطرية وحشاش العنصر التاني الاسمدة المعدنية ايه هي الاسمدة المعدنية زي نطرات النشادر اليوريا 46 الاسمدة اللي احنا ايه عارفينها ديه في الزراعة المتكاملة مسموح بها مع تحديد الحد الاقصى يعني انا دلوقت بنزل معدلات على سبيل المثال محصول الام حانا بقول بدلوا 150 كيلو جرام ماشي نطرات ايه نشادر اه ده اللي هو الحد ايه الاقصى او الحد ايه الام مثلا المفروض ما زودش علشان انا لو زودت هيحصل عندي تدهور للارض بتحتي وتتحول للصورة ايه السيئة في الزراعة العضوية غير مسموح استخدام اسمدة معدنية يعني كده في الزراعة المتكاملة والزراعة المستدامة بتاعتنا مسموح باستخدام اسمدة في الزراعة العضوية غير مسموح باستخدام اسمدة ايه معدنية العنصر بعد كده في الواجهة المقارنة استخدام الكائنات المهندسة وراصيا يعني ايه استخدام الكائنات المهندسة وراصيا اي حاجة بعملها هندسة وراصية علشان تزود لي ايه الانتاج او تضعف لي ايه معدل الانتاج عندي هنشوف في الزراعة المتكاملة ايه هو المسموح والزراعة العضوية ايه هو المسموح فيها في الزراعة المتكاملة مسموح اننا استخدم كائنات مهندسة ايه وراسيا في اللي هي الزراعة العادية او زراعة المستدامة اما في الزراعة العضوية غير مسموح يعني احنا كده اتكلمنا عن الموبيدات والكيمويات واسمدة معدنية والكائنات المهندسة وراسيا في الزراعة العضوية غير مسموح باي استخدام لاي شيء منها نيجل العنصر اللي بعد كده البذور المعاملة يعني ايه بذور معاملة يعني انا عندي بزرط القطنم ممكن اعملها ببعض المبيدات الفطرية بذور القمح ممكن اعملها برضو بعد المبيدات الفطرية علشان اقضي على الامراض الصدى اللي هي بتسيب القمح زي التفحم السايب والصدى الساق والصدى ايه الاصفر زي بعامل التقاوي بالبرمس والسيمويت وتبقى الشكرة مكتوب عليها لما تشتريها كده تلاقي لونها متغير ومكتوب عليها غير صالحة للإسهلاك الأدمي بينقصين بذور ايه معاملة هنشوف البذور المعاملة في الزراعة المتكاملة مسموح ان انا اعامل ايه البذور لكن في الزراعة ايه العضوية غير مسموح لان المعاملة ديت بتتم عن طريق استخدام بعض المبيدات ايه الفطرية نيجي العنصر بعد كده شراء الاعلاف انا لما اجي اشتري علف للمواشي اللي عندي في المزرعة علشان اغزيها على الاعلاف ديت او اغزي لو انا عندي مزرعة دواجن وحتاج سبلة الكاتكوت أو أحتاج سبلة المزارعة دي أن أنا هستخدمها في الزراعة العضوية هل العلاف دي مسموح أن أنا أشتري عالف من أي مكان وخلاص ولا غير مسموح في الزراعة المتكاملة لا توجد حدود يعني بتشتري أي حاجة بتشتري أي نوع معالف مناسب معك لتغذية المواشو وتغذية الدواجن وبتستخدمه والنافج المزارعة بتحتك بتستخدمه كسماد طبيعة أو سماد بلدي نيجي في الزراعة العضوية لا يوجد حدود لازم لما اروح اشتري الاعلاف لازم اعرف مصدرها واعرف المكونات بتاعت الاعلاف بتحتي اللي هي دخلة في تكوين العليقة ودخلة في تكوين العلف لان فيه بعض الاملاح المعدنية والحاجات غير مسموح بها في الزراعة العضوية فممكن تتنقل مع رواص المواشي عن طريق العلف اللي هو تم تناوله في المزرعة العنصر اللي بعد كده استخدام منظمات النمو استخدام منظمات النمو في الزراعة المتكاملة يا ترى هيتم استخدامه وفي الزراعة العضوية هيتم استخدامه ولا يتم استخدامه ايه هي منظمات النمو منظمات النمو ديه زي السيتو كينينات وزي الجبريلين وزي الاكسينات اللي هي بتعمل على زيادة الحجم والتلوين والعقد والاسمار بالنسبة ايه للمحاصيل وايه والخضر دية كلها اسمها منظمات نمو نشوف الزراعة المتكاملة مسموح ان انا استخدم منظمات النمو علشان ازود مثلا العقد ازود الحجم ازود اللون او احصل على محصول بدر شوية علشان لو السوق عندي زي ما بيحصل في محصول الطماطم علشان كده تسمت المجنونة ان في كل يوم السعر بتاعها في حال ممكن نصحة الصبح نلاقي كله الطماطم وصل 10 جنيه والنهاردة مثلا بتلاتة جنيه طيب لما المزارع يلاقي السوق في الطماطم السعر بتاعه تحسن فبيلجأ الى استخدام منظمات النمو علشان يعمل عملية نطج سريع للمحصول بتاعه ويبيعه ويستفاد بسعر السوق لكن في الزراعة العضوية غير مسموح نهائي باستخدام اي نوع من انواع منظمات النمو اللي احنا ايه ذكرناها لان الزراعة العضوية زراعة نظيفة تعتمد على المواد العضوية البيئية الاساسية الناتجة عندي في المزارعة دون التدخل واضافة اي اسمدة او اي مبادات او اي مواد ايه كيموية نيجي بعد كده نشوف رسم توضيحي يوضح اهم مدخلات الزراعة ايه العضوية في الرسم التوضيحي ده زي ما احنا شايفين مع بعض بنعمل للمخلفات اللي هي عندي في المزارعة مخلفات زراعية بعمل لها كامرة هوائي لانتاج الكمبوست بيكون فيه روص حيواني بيكون فيه سبلة كاتكوت بسمي الكمبوست ده اسمه سمات عضوي بيتخش فيه خامات ايه اه طبعية المخلفات الزراعية ديه بعد ما بيحصل لها كامرة هوائي بتطلع للمادة اسمها ايه الكمبوست باخد منها بقى بضيف لها تسميت حيوي وتسميت ايه اخضر وباخد فيه منها مقومات الحيوية علشان اوصل بها للزراعة ايه العضوية الزراعة العضوية ديت اول ما هستخدم الحاجات ديت يبقى انا كده هاخد غزاء صحي وامن انا الهدف من الزراعة العضوية الحصول على الغزاء الصحي ايه والامن الغزاء الصحي والامن بتكون فيه منتجات ايه عضوية للاستهلاك المحلي او للتصدير زي ما قلنا في بداية الحلقة والما تكلمنا قلنا انك انت لما بتنزل السوبر ماركت عايز تشتري فكهة او تشتري اخدار بتلاقي فيه بعض الفكهة شكلها جميل وحجمها واللون بتاعها كويس والسعر بتاعها رخيص وفيه حاجة تاني تعتبر بالنسبة لك بتقول عليها رضيئة بالنسبة للصنف التاني ولكن سعرها عالي ليه علشان خاطر هي منتجة تحت الظروف الزراعة ايه العضوية فبالتالي المنتجات العضوية عندي باستخدمها لاستهلاك المحل او باستخدمها للتصدير لما استخدمها للتصدير بتوفر لي ايه هنا عملة صعبة ايه للدول نخش بعد كده هنشوف الاهداف الاساسية للزراعة ايه العضوية ايه هي الاهداف الاساسية للزراعة العضوية هنسيرتهم ايه مع بعض هدف هدف رقم واحد التحسين والمحافظة على الوضع الطبيعي للنظام الزراعي والبيئي التحسين والمحافظة على الوضع الطبيعي للنظام الزراعي والبيئي ليه لان انا في الزراعة المستدامة ممكن استخدم بعض المبيدات بتأثر لي على الأعداء الطبيعية اللي هي اللي هي موجودة عند ايه في المزرعة وموجودة عند في البيئة اللي هي بتكون لي بعض الامراض وبعد ايه الحشرات يعني انا كده تخلص من الأعداء الحيوية والأعداء الطبيعية فبالتالي القافة عند ايه بتبدأ ايه تزيد تجنب استنزاف وتلوس المصادر الطبعية طبعا أنا لما أقعد كل شوية أزرع الأرض بتاعت وحمل عليها أنها تديني محصول عالي أنا كده بستنزف المادة الغذائية اللي هي فيها أبصى سنة بعد سنة الأرض بدأت عندي تتعب ويحصل لها عملية تصحر أو الأرض بتاعت الطبل أو نسبة الأملح فيها تزيد رقم ثلاثة توفير عقد اقتصادي مناسب من خلال ظروف عمل صحية وآمنة يعني كل اللي هو هيشتغل في الزراعة العضوية هيكون لي عقد اقتصادي مناسب وصحي وآمن وخصوصا العمالة دايما اللي احنا بنشوفها في الباكنج هاوس اللي هي محطات التعبية اللي هي خاصة بالحاصلات الزراعية أربعة تحسين الدورات البيولوجية في المزرعة وخاصة دورات العناصر الغذائية زي احنا ما تكلمنا في البداية إن احنا في الدورة الزراعية إن أنا بزرع محصول بقولي بيريح الأرض بالتبادل مع محصول نجيلي مجهد للأرض فبالتالي كده أنا ريحت أرضي ووفرت لها العناصر الغذائية من خلال تبادل المحاصيل البقولية مع النجيلية أو المحاصيل المجهدة مع الغير مجهدة بعد كده انتاج غذاء صحي زوجودة عالية وبكميات كافية يعني احنا عايزين كل الناس تستخدم المنتجات العضوية اللي هي الأورجانيك علشان خاطر تحافظ على صحتها ونبعد بعيد عن الأمراض اللي هي أصبحت عندنا أمراض متوطنة وبتصيب ناس كتير ستة مراعاة البعد الاجتماعي والبيئي لنظام انتاج وتجهيز وتداول المنتجات العضوية طبعا فيه بعد اجتماعي وبيئي لنظام الانتاج والتجهيز بمعنى أنا عندي في المزرعة بتاعتي لو هي حصلة على شهادة من شهادات الدولية أن أنا بزرع زرعة عضوية لو أنا هستخدم حمامات لإستخدام العمالة عندي في المزرعة بتكون الحمامات متنقلة وغير ثابتة ما بتكونش كدورة مية ثابتة كده معروفة في المكان بتاعها في وصل المزرعة لا ده بتكون في أطراف المزرعة وبتكون حمامات متنقلة رقم سبعة التفاعل البناء للحياة الامنة مع جميع الأنظمة الطبيعية لازم أن يكون فيه تفاعل بناء للحياة الامنة لكل نظام طبيعي ربنا سبحانه وتعالى خلقه لي لازم أن يكون فيه تفاعل بينه وبين العنصر التاني علشان أحافظ على النظام البيئي بتاعي رقم تمانية تشجيع وجود نظام حياة ومتوازن داخل النظام الزراعي يشتمل على كائنات الحياة الدقيقة يعني أستخدم العقادين بتاعي اللي هو دلوقتي أصبح إحنا عندنا فيه عقادين خاصة بالمحاصيل بقلية وعقادين خاصة بالمحاصيل النجلية ده بيوفر لي طبعا أنه عملية التسميد وبيخلي النبات عندي قوي ويصر العناصر الغذائية بتاعته في التربة بمنتهى سهولة ويمتصها فبالتالي يطلع عندي نبات قوي ومحصول إيه ذات عائد اقتصادي إيه ذات قيمة رقم تسعة الحفاظ على خصوبة التربة والعمل على زيادتها على المدى إيه الطويل أنا إحنا لو أنا عندي عادت أزرع الأرض بتاعتي كل سنة وربعة ديها كده أمح دورة أمح دورة أمح دورة فالأمح والدورة دول من عائلة واحدة اللي هي العائلة النجلية فبيحصل السنزاف لبعض العناصر الغذائية اللي هي إيه العائلة ديها بتتغذى عليها على سبيل المثال زي عنصر إيه الزنك فهتيجي بعد كده أبصى لإيه الأرض بدأت تتعب عندي بدأ العائد الاقتصادي والناتج الاقتصادي للمحصول ضعيف بدأت أخش في دور الخسارة وليس إيه الربح عند زراعة إيه الأرض ديها رقم عشر الاستعمال الآمن والصحي للمياه ومصادرها مع المحافظة على ما تحتوي من أحياء ليه إحنا عندنا في مصر المصادر بتاعة المياه عندنا المصدر الرئيسي للزراعة عندنا هنا إيه نهر النيل وبعض المساحات اللي بتزرع على مياه إيه الأمطار أنا لازم أستغل الاستعمال الآمن والصحي للمياه إن أنا ملوثهاش ما استخدمش المبيدات اللي هي إيه غير مصرح بيها بكميات كبيرة والباقي منه باجي دلقوا مثلا في الترعة أو دلقوا في نيل فبيحصل نفوق لإيه للأحياء البحرية زي إيه الأسماك اللي هي موجودة عندي في المياه رقم 11 استغلال الموارد المتجددة المتاحة محليا لازم أن أستغل الموارد ايه المتجددة المتاحة عندي ممكن أعمل ايه محطة كهرباء باستخدام الرياح أو ممكن أعمل محطات كهرباء للتسخين أو لتشغيل الماكينات عندي باستخدام ايه الطاقة ايه الشمسية رقم 12 توفير علاقة متناغمة واتزان بين إنتاج المحاصيل والإنتاج ايه الحيواني لازم أنا علشان أنتج المحاصيل بتاعتي لازم يكون فيه علاقة متناغمة بين الإنتاج الحيواني ليه علشان ما أزرعش مثلا كمية قمح كبيرة تكون على حساب المحاصيل الأعلاف فاتأثر لي على الانتاج الحيواني الموجود عندي ايه في البلد يعني أنا كده ايه لازم أن يكون فيه علاقة متناغمة ونسبة ايه وتناسب يعني ما زودش حاجة على حساب ايه تضرر لي على حاجة ايه تانية تقليل جميع صور التلوث الى اقل ما يمكن طبعا صور التلوث احنا درسناه في الصف الثاني اللي هو سواء كان تلوث الهواء تلوث التربة تلوث المياه تلوث سامع تلوث بصري كل انواع اللي هو بما يضر بالنظام اللي بيه فهو ايه اسمه تلوث بنقل الجميع صور التلوث الى اقل ما يمكن انا لما استخدم مبيدات عضوية استخدم اسف اسمدة عضوية واسخدم اسمدة حيوية عكس لما استخدم الاسمدة المعدنية اللي هي بتعمل ايه بتزود لعملية التلوث واستخدام المبيدات برضو الحاشرية او المبيدات الفطرية بتزود لنسبة التلوث رقم 14 انتاج منتجات عضوية قابلة للتحلل الكامل حيويا يعني المنتجات اللي عندي انا اللي هي هنتجها يحصل يعني لما استخدمها بعد كده في الكامر زي ما شفنا المخطط بتاع الزراعة العضوية ازاي احصل على الكاملوس عن طريق الكامر يحصل ايه لها تحلل حيوي ايه بسرعة كده وقدر استفاد ايه منها باستخدام المخلفات دي رقم 15 توفير الحياة المناسبة للعاملين في مجال انتاج وتجهيز وتداول المنتجات ايه العضوية لازم اي عامل في المنتجات العضوية اجهز يعني اوفر لي حياة مناسبة في صورة امنة يعني احنا لما ندخل اي محطة تعبئة بتكون بتعبئة الحاصلات الزراعية اللي هي الزراعة العضوية بنلاقي فيه شروط ايه هي شروط البنت او الولد اللي واقف يعاب المحصول ده لابس بلتو لابس جوانتي في ايدو لابس كمامة بالنسبة للبنات ممنوع ارتداء الاساور ممنوع ارتداء الخواتم الزهبية والحاجات دي لازم تغطي شعرها لازم برضو العمل يغطي ايه شعره لازم اوفر له كل ايه الحياة المناسبة اللي هو هيستخدمها اثناء ايه العمل في المزرعة رقم 16 يمنع منعا باتا استخدام اي مواد تضمن جينات معدلة او مهندسة وراسيا يعني ايه منعا يمنعا باتا استخدام اي مواد تضمن جينات ومعدلة وراسيا لان انا كده هعمل خلل جيني بالنسبة للمحصول اللي انا هستخدمه او هستخدمه في الزراعية العضوية فاحنا قلنا في المقارنة اللي احنا عملناها بين الزراعة المستدامة او الزراعة المتكاملة او الزراعة العضوية ان غير مسموح نهائي باستخدام اي منظمات نمو او استخدام اي شي خاص ايه معدل ايه او مهندس وراسيا الاسمدة والمخاصبات المسموح بها في الزراعة العضوية ايه هي نشوف مع بعض الاسمدة والمخاصبات رقم واحد الكمبوست ايه هو الكمبوست هو الكمبوست لان مخلفات المزرعة عندي انا عملت لها عملية قمر هوائي المخلفات سواء كانت بقية محصول سابق او بقية تقليم او مع روص المواشي عندي والسابلة والحاجات دي انا بعملها كومة وبعمل منها ايه كومبوست الكمبوست ده اول حاجة مصرح به في الزراعة العضوية وهنعرف بعدين ازاي بننتج الكمبوست وهيتكون مني النوع اللي بعد كده زرق الدواجن المكمور ايه هو زرق الدواجن المكمور ان انا باخد الفرشة بتاعة المزرعة عندي لو انا عندي مزرعة الدواجن انا ربيت كتكوت له عمر معين او تمت معايا الدورة كاملة فبعد ما بيحت الدورة دي انا بلم الارضية بتاعتي او الفرشة بتاعتي واعملها ايه مكمورة اللي هو ايه زرق الدواجن ده من افضل انواع الاسمدة اللي بتستخدم في الزراعة العضوية النوع اللي بعد كده مخلفات الاسماك والمجازر طبعا انا باخد مخلفات الاسماك تمام بعملها عملية كمر وفارم وبستخدمها في الزراعة العضوية عندي النباتات المائية والتحالب البحرية طبعا التحالب البحرية ديت والنباتات المائية من افضل انواع النباتات اللي بتستخدم في الزراعة العضوية ان انا اخدها اعمل لها كمر واستخدمها فصورة كومبوس بتكون غنية جدا 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 بجميع العناصر الغذائية خصوصا العناصر ايه الصغرى بعد كده المخلفات النباتية للمزرعة ايه المخلفات النباتية للمزرعة اللي هي نواتج التقليم عندي وبعد نما زرحت الدرة وقطعت الدرة حطب الدرة اللي هو عندي في المزرعة الشرز التبن الأبيض بتاع القمح التبن الأحمر بتاع البرسيم اي حاطب القط ممكن دي كلها مخلفات نباتية للمزرعة بتاعتي انا بس اخدمها في صناعة في صناعة ايه الاسمدة العضوية بعد كده الاسمدة الخضراء ايه هي الاسمدة الخضراء احنا زي ما تكلمنا ان انا ممكن ازرع نبات بقولي زي الترمس او البرسيم واسيبه في الارض عندي فترة معينة وبعد كده احرط الارض بالمحصول اللي فيها ويتم تقليب الارض بمحصول الترمس او محصول البرسيم فبتتحلل النباتات في الارض فبتزود لي كمية العناصر الغذائية اللي هي موجودة ايه في الطرب النوع بعد كده من الاسمدة المعادن مثل الكبريت الزراعي الجبس الزراعي الرمض او الفحم النباتي كل دي تعتبر اسمدة ايه عضوية المخاصبات الحيوية والبكترولوجية مثل الكائنات الحية الدقيقة والخمار يعني ايه الكلام ده المخاصبات الحيوية والبكترولوجية على سبيل المثال انا هزرع فول صوية او هزرع فول بلدي في الارض الاول مرة فانا بستخدم لها حاجة اسمها العقادين ايه هي العقادين هي بكترية بضيفها وكائنات حية دقيقة بضيفها الى التقاوي قبل الزراعة بتقوم بتكوين العقاد البكترية على الجزر للمحصول اللي بيثبت النيتروجين الجوي في صورة ايه ازوت وكذلك استخدام ايه بعض الخمائر الخمائر في وظفتها ايه الخمائر بتعمل على تنشيط الجزور والجزر عندي لما بينشط وبيكون قوي بيستطيع امتصاص اكبر كمية من العناصر او يتوغل في بطن التربة للحصول ايه على العناصر الغذائي العوامل الوجب مراعتها عند استخدام الاسمدة والمخصبات في الزراعة العضوية ايه هي العوامل اللي لازم تاخد بالك منها عند استخدام الاسمدة والمخصبات في الزراعة ايه العضوية وتكون على ضراية كاملة بها تعالوا نشوف العوامل كده عامل عامل رقم واحد التأكد من مصدر الكمبوست المستخدم لتجنب مشاكل الهالوك والحشائش والنماتودة والامراض والحشرات لازم الكمبوست اللي انا هستخدمه في المزرعة اتأكد من مصدره لازم يكون من مصدر موسوك منه خصوصا لان انا عندي حشيشة زي حشيشة الهالوك دي حشيشة متطفلة على محصول الفول البلدي وبتعمل تضاهر شديد للمحصول الخاص بالفول البلدي البزرة دي بتقعد نشطة لمدة عشر سنين يعني انا ممكن ازرح فول بلدي في قطعة معينة في المزرعة عندي طلع فيها هالوك لو سبتها عشر سنين وجيت زرحة فول بلدي هيطلع برضو ايه الهالوك لان البزرة بتاعت الهالوك دي بزرة عنيدة وربنا سبحانه وتعالى ادها القدرة على الاقلامة مع اي ظرف ايه من الظروف فبالتالي لازما لما استخدم كومبوست او سمات لازما اكون واثق انه خالي ايه من بزرة الهالوك والحشائش والنماتودة والامراض والحشرات والنماتودة كمان ديت ايه مشكلة كبيرة بتعمل لي تظاهر ايه في المحصول بتاعي خصوصا انا مش هستخدم مبيدات فبالتالي لازما الكمبوست بتاعي يكون مفهوش لا يجيب لي حشرات ولا يجيب لي ايه امرأ العامل الثاني رقم اثنين اضافة مركبات الهيومك الذي يحل محل الكمبوست في حفظ وامساك المياه في حالة عدم توفر ايه الكمبوست طيب انا دلوقتي هزرع زراعة عضوية وانا ما عنديش كمبوست او الكمبوست اللي انا متافق مع المصنع هيورطولي او المكالة هيورطولي هتاخر وانا عايز ازرع اعمل ايه فانا بستخدم هنا ايه حمض الهيومك انا بضيفه للارض مع ميت الري الفدان بياخد من كيلو لتنين كيلو حسب نوع ايه المحصول ده بيحل محل ايه الكمبوست وبيحسن خواص التربة وبيسر العنصر الغذائية ويخلي التربة عندي بتحتفظ بالمية بتاعتها وما يحصلش ايه جفاف لها ايه بسرعة العنصر الثالث اضافة الاسمدة من المصادر الطبيعية المسموح بها طبعا احنا اتكلمنا عن الاسمدة قلنا في الزراعة العضوية ما بستخدمش سماد معدني ولكن بستخدم سماد ايه عضوي انا لما اضيف السماد من المصدر الطبيعي بتاعه يعني ايه مصدر طبيعي على سبيل المثال لو انا استخد عايز اضيف عنصر البتاسيوم فالمصدر بتاع البتاسيوم ايه اللي هو سخور في الاسبار بالنسبة للفوسفات سخور الفوسفات بتوفر لي الفوسفور دي تكون لها ايه المصادر الطبيعية ايه للسخور اللي بتديني ايه العناصر دي رقم اربعة تطهير جميع البذور والشتلات قبل الزراعة بأي مركب ايه حيوي يعني انا استخد مركب حيوي في تطهير البذور والشتلات بتاعتي من الامراض والحشرات اللي هي ليسقى ايه بيها العنصر اللي بعد كده عمل برنامج علاجي ووقائي ضد النماتودة باستخدام بعض المركبات ايه الحيوية يعني انا بجيب حشرة معينة بتتطفل على النماتودة واضيفها للطربة فطبعا الحشرة دي عدو ايه حيوي هيتطفل على ديدان النماتودة في الطربة وهيعمل لها ايه هلاك وموت فبالتالي الارضة عندها تبقى ايه نظيفة ما فيهاش ايه نماتودة بعض نمازج الكائنات الحية الدقيقة المسبتة للنيتروجين بيولوجيا والتي يستخدم العديد منها في انتاج لقاحات الاسمدة ايه الحيوية تعالوا نشوف بعض الكائنات الحية بقى اللي احنا اتكلمنا عنها اللي انا بضيفها واستخدمها رقم واحد اسمدة حيوية لتثبيت ازوت الهواء الجوي ماشي اسمدة حيوية لتثبيت ازوت الهواء الجوي مثل العقادين اللي انا بستخدموا ايه للمحاصيل البقلية دي بتقوم بتثبيت الهواء الجوي زي ايه زي الهواء زي الهواء باكتر والحاجات دي وطبعا فيه دلوقت المحاصيل النجلية برضو ليها ايه عقادين بيستخدم ايه لتثبيت الهواء الجوي ايه ليها بعد كده اسمدة حيوية لمعدنة الفصفور العضوي انا احنا قلنا طبعا هضيف فصفور الفلسبر تمام انا عايز ايه اضيف لها بعض الكائنات الحيوية اللي هي ايه تحول لي وتيسر لي ايه العنصر ده في صورة ايه اه حيوية لمعدنة ايه الفصفور اه تلاتة اسمدة حيوية لازابة الفصفات المعدنية النوع اه الرابع اسمدة حيوية لازابة ايه الكابريت كل ديت يعني اسمدة حيوية او كائنات حية دقيقة انا بضيفها للطربة علشان خاطر تسبت لي او تعمل لي تيسير للعناصر ايه اللي احنا بنتكلم عنها اه خمسة اسمدة حيوية لمعدنة المادة العضوية يعني ايه المعدنة المادة العضوية يعني انا احول المادة العضوية تتحلل الى المركبات الاولية لها وتتحول لي مثلا في صورة نيتروجين ويستفد به النبات رقم ستة اسمدة حيوية لاستخلاص البوتاسيوم من معادن الطين يعني معادن الطين اللي انا بضيفه محتاج ثمات حيوي او بكتيريا حيوية بضيفها للطربة علشان تستخلص لإيه البوتاسيوم رقم سبعة أسمدة حيوية لإزابة بعض العناصر الصغرى أنا لازم إيه هي العناصر الصغرى اللي محتاجها النبات أنا عندي النبات بيحتاج نوعين من العناصر عناصر كبرى وعناصر صغرى قولنا العناصر الكبرى زي الـ NBK النيتروجين والبوتاسيوم والفوسفور بيحتاجهم النبات بكميات إيه كبيرة ولكن العناصر الصغرى اللي هي العناصر اللي بيستخدمها النبات ومحتاجها لتكميل لتكميل دورة حياته بصورة صغيرة بكميات قليلة ولكن لازمة وضرورية زي الزنك والحديد والمنجنيز والبرون والبديا رقم 8 اسمدة حيوية للتخلص من بعض ملوسات التربة انا دلوقتي لازم ايه اضيف الارض عندي حصل لها تلوس باحد زيوتي المعدنية او زيوتي البترول فانا بستخدم بعض الكائنات الحية الدقيقة اللي هي بتقوم بتحليل تحليل المادة دي وتتخلص ايه منها فبالتالي انا كده ايه شلت ملوسات ايه الطربة اللي موجودة ايه عندي الطرق المختلفة لاضافة الاسمدة الحيوية ايه هي الطرق المختلفة لاضافة الاسمدة الحيوية انا عندي طرقين اساسيتين لاضافة الاسمدة ايه الحيوية ايه هما تتم إضافة السماد الحيوي للبزرة أو للتربة لإما أضيف السماد الحيوي في صورة العقادين أضيفه للبزرة بتحتي أو أضيفه للتربة مباشرة أبدره في الأرض أو أضيفه للتقاوي بتاعته باستخدام بعض المعاملات أضيف كمية مية صغيرة هنعرف كميتها بعدين مع أضافة مادة لسكا في مكان مزلل عدم تعريض السماد الحيوي أو العقادين للشمس مباشرة لازم أن يكون في مكان زليل وأضيفه للتقاوي أو أضيفه للأرض للتربة بمباشرة أهمية الأسمدة الحيوية إيه هي أهمية الأسمدة الحيوية أي شيء أستخدمه لأهمية عايزين نشوف مع بعض إيه الأهمية رقم واحد تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيموية نتيجة توفير جزء كبير من العناصر الغذائية اللازمة لتغذية إيه النبات يعني أنا كده مش هروح أجيب نطراتنا شادر ومش هجيب إيه مش هجيب يوريا أو سلفات بتاسيوم واضيفة إيه للأرض ليه؟ لأن أنا كده السماد الحيوي أليل الاعتماد على الأسمدة إيه؟ الكيموية ليه؟ لأنه هو وفر للعنصر الغذائي اللازم لتغذية إيه النبات رقم اتنين تحسين انتاجية المحاصيل بالإصراع من إنبات البذور وتحسين أداء المجموع الجزري تحسين انتاجية المحاصيل بالإصراع من إنبات البذور يعني أنا عايز البذرع عندي تنبت إيه بسرعة؟ البذرع لما تنبت بسرعة ما تقعدش في الأرض فترة فبالتالي ما تصابش بالأمراض إيه؟ والحشرات الموجودة إيه؟ في التربة تحسين أداء المجموع الجزري المجموع الجزري عندها يبقى قوي من بداية البديرة كده جزر طالح قوي متعمق في الأرض فبالتالي يقدر يمص العناصر الغذائية اللي هو محتاجها وكذلك المية ويثبت نبات بتاعنا في الأرض كويس رقم ثلاثة المحافظة على خصوبة التربة على المدى الطويل مع إمداد التربة بأعداد عالية من الكائنات إيه؟ الدقيقة إحنا قلنا قبل كده لما في بداية الحلقة إن أنا ممكن أزرع الأرض محصول مجهد زي محصول الأمح والدورة أمح ودورة متعاقبين فده مع المدى الطويل بيعمل لي إجهاد إيه للتربة ولكن في الأسمدة الحيوية مع المدى الطويل بيمدل للتربة بأعداد عالية من الكائنات الحية الدقيقة المفيدة اللي بترفع لي من خصوبة التربة أهمية بعض الإضافات الهامة والأساسية لاستكمال إحتياجات النبات من العناصر الغذائية أثناء مراحل النمو إيه هي الحاجات اللي أنا بضيفها مع التسميد العضوي بيقدر النبات من خلاله يكمل دورة حياته وأقدر أحصل على المحصول الاقتصادي والمربح اللي هي في الأرض إيه اللي أنا زرحتها رقم واحد حمض الهيومك إحنا من شوية اتكلمنا قلنا أن الهيومك أنا بستخدمه في حالة عدم وجود كومبوست كومبوست عنده آخر أو مش موجود فهنا الهيومك بيحل محل إيه الكمبوست الهيومك ده المستخرج من المواد الطبيعية بمعدل 2 لتر للفدان من 2 إلى 4 مرات بواسطة شبكة الري بالتنقيد خلال موسم النمو يعني أنا بستخدم الهيومك بتاعي من 2 إلى 4 مرات بضيفه إلى شبكة الري بالتنقيد أو شبكة الري ايه بالراش خلال موسم النمو الفدان عندي قلنا بياخد 2 لتر هيومك رقم 2 مستخلص التحالب البحرية مستخلص التحالب البحرية ديت إن أنا جيبت التحالب البحرية عملت لعملية تكفيف وعملية ايه قمر هوائي وهاخد المستخلص بتاحها إن أنا بنقح في المياه الفترة حوالي 48 ساعة وأبدأ أخذ المستخلص بتاعي بتاحها ده أضيفه ايه للمحصول بتاعي في شبكة الري بتحتي سواء كان ري بالتنقيد أو ري ايه بالراش ومستخلص التحالب البحرية هو مسحوق قابل للزوابان ويتم استخدامه كثمات ورقي رشا من 3 الى 4 مرات نجي بعد كده النوع التالت مستخلص الكمبوست هناك في أول حاجة قلناه الكمبوست وعرفنا ايه الكمبوست اللي هو المخلفات المزرع اللي حصل ليها قمر ايه لكن ايه هو مستخلص الكمبوست مستخلص الكمبوست ده ان انا خدت كمية 100 كيلو منكمبوست نقعتهم في المياه لمدة 48 ساعة والمنقوع بتاعهم ده انا باخدوا واستخدموا بعد الترويق ايه في مياه الري مستخلص الكمبوست 100 كيلو جرام لكل 1000 لتر مية يعني كل 1000 لتر بحط لهم 100 كيلو جرام ايه كومبوست مع التقليب الجيد ويترك لمدة من 24 ل 48 ساعة ثم يأخذ الرائق ويدخم مع مياه الري يعني لازم انزله ايه كاسي مادة احطه في السمادة وانزله مع مية ايه الري لو انا عندي هروي راي سطحي بعيد عن راي بالغمر مش هستخدم راي بالتنقيط او راي بالرش يعني انا بحط الكمية دي عندي في برميل والبرميل بيكون فيه حنفية بحطها على فتحة الري وافتح واظبط الحنفية بتاعتي ان هتفرغ الكمية دي خلال وقت الري بتاعي بعد كده مستخلص سبلة الدواجن او زبل الارانب او الحمام المعالج احنا شفنا من شوية اللي هي الاسمدة اللي احنا العضوية اللي احنا بنستخدمها في الزراعة العضوية واتكلمنا عن ايه اه سبلة ايه الدواجن في المزارع ديت انا باخدها بعمل لها ناقعة برضو بنفس طريقة الكمبوست ان انا باخد مية كيلو بحطهم على الف لتر واعمل لهم عملية ناقعة لمدة 24 ساعة ل 48 مع التقليب الجيد واخذ الرائك منها واضفته لشبكة الري اضفته للنبات عن طريق شبكة الري بتاعتي اذا كانت شبكة الري بالطنقيط او راي برش او املى البرميل وحطه على فتحة الري اذا كنت انا بروي راي ايه بالغمر رقم خمسة مستخلص الفريم كومبوست الفريم كومبوست يعني ايه هو هو المستخلص الكمبوست اللي احنا تكلمنا عنه من شوية وقولنا ان احنا بناخد 100 كيلو ولكن الفريم باخد 50 كيلو هناك اخدت 100 لألف ايه لتر هنا باخد 50 لألف يعني بيكون التركيز بتاعه اقل من مستخلص الكمبوست 50 كيلو جرام لكل 1000 لتر ماء مع التقليب الجيد ويترك لمدة 24-48 ساعة ثم يستخدم بنفس طريقة مستخلص الكمبوست يعني كده انا بضيفه برضو في مية الري بضيفه مية الري بضيفه للشبكة عن طريق السمادة سواء كانت شبكة الري عندي شبكة الري بالطنقيت او ري بالرش واذا كان ري بالغمر انا بستخدم هنا ايه برميل على فتحة الري بستخدم برميل على فتحة الري بعض الخامات الطبعية المسموح باستخدامها في الزراعة العضوية ايه هي الخامات الطبعية احنا دلوقت انا عايز اعوض الفاقد من العناصر الغذائية اللي انا كنت بضيفها في صورة نطرات نشادر او اضيفها مثلا في صورة سوبر فوسفات او كنت بضيفها في صورة سلفات بوتاسيوم للنبات بتاع لشان احصل على محصول اقتصادي عالي طيب الزراعة العضوية ممنوع استخدام الاسمدة المعدنية تمام فانا عايز اوفر الحاجات دي اتوفرها ازاي فباوفرها عن طريق بعض الخامات الطبعية المسموح بيها وايه هي نشوفها مع بعض رقم واحد صخر الفوسفات كمصدر للفصفور صخر الفوسفات كمصدر للفصفور الفدان عندي بياخد من 20 الى 40 كيلو جرام للفدان صخر الفوسفات كمصدر للفصفور صخر الفوسفات انا بضيفها في الارض عندي فبتبدأ تتحلل وتيسر عندي عنصر الفصفور الفدان بياخد من 20 الى 40 كيلو جرام رقم اتنين صخر الفلسفار الفلسفار كمصدر للبوتاسيوم برضو الفدان بياخد من 20 الى 40 كيلو جرام انا لما استخدم صخر الفلسفار بيتم تيسير العنصر البوتاسيوم اللي موجود وبيعوض لي العنصر اللي هو ايه كنت بضيفه في صورة ايه معدنية صخر الدلوميت كمصدر للكالسيوم والماغنيسيوم الفدان بيحتاج برضو من 20 الى 40 كيلو جرام 5 زنك من 30 الى 50 كيلو جرام ايه للفدان الكابريت الزراعي يضاف على السطح ويتم خربشته مع التربة الكابريت الزراعي طبعا حضراتكم عارفين الفدان ممكن تديله 50 كيلو جرام كابريت زراعي وفي بعض المحاصيل تاخد 100 كيلو جرام انا ببدرو زي الصبر فوسفات كده على سطح التربة وعزة التربة عزقة خفيفة بتسمى خربشة يبقى كابريت زراعي يضاف على السطح ويتم خربشته ايه مع التربة لما تيجي كلمة خربشة يبقى انا كده اعرف ان انا بجري عملية عزيء خفيف عملية عزيء خفيف تسمى ايه خربشة التسميد العضوي الكمبوست هناخد بقى الاسمدة بتاعتنا كده سمات سمات ونتعرف ايه عليه وازاي بنكون الاسمدة ديت وازاي بنحصل عليها وبنوفرها في المزراعة ايه عندي الكمبوست التعريف بتاعه هو السمات العضوي الناتج من التحلل الهوائي للمخلفات العضوية النباتية اللي هي بقايا المحاصيل الزراعية الجافة او الخاضرة او ناتج تقليم الاشجار وغيرها او المخلفات العضوية الحيوانية زي سمات البلدي وسبلة الخيل وزرق الدواجن وغيرها او خلطها معا مع بعض الاضافات الاخرى يعني الكمبوست بتاعي بيحتوي على مخلفات عضوية نباتية سواء كانت خاضرة او جافة وتقليم اشجار مع سمات بلدي اللي هي مخلفات المزرعة عندي زي سبلة الدواجن وزي فرشة المزرعة مع ايه تاني مع بعض الاضافات الاخرى هنعرفها ايه دلوقتي عملية القمر ايه هي عملية القمر احنا قلنا كده الكمبوست عبارة عن المخلفات النباتية مع مخلفات حيوانية وبعض الاضافات الاخرى بيتم لهم عملية قمر هوائي يعني ايه قمر هوائي يعني في الهوى ما بحطهاش في حاجة معزولة عن الهوى او بعمل لها عملية قمر تحت الظروف ايه الهوائية على سبيل المثال زي صناعة السلاج السلاج لازم ان يتم عملية القمر بتاعته في ظروف لايه هوائية ولكن في صناعة الكمبوست لازم ان تكون عملية القمر فيه في وجود الهوى وايه هي عملية القمر هي عملية حيوية يحدث بها تحلل هوائي للمواد العضوية الاولية عن طريق التمثيل الغذائي للعديد من الكائنات الحية الدقيقة الموجودة بالكومة والتي تتغذع المواد الكربوهيدراتية والنيتروجينية الموجودة بها يعني كده عملية القمر بتاعته هي عملية ايه حيوية بيحدث من خلالها تحلل لبقايا النباتات والمكمورة بتاعته او الكومة بتاعته عن طريق التمثيل الغذائي للعديد من الكائنات الحية الدقيقة الموجودة ايه بالكومة بتاعتي اللي هي بتقوم بتحليل ايه المادة العضوية ايه وتيسيرها وجعلها في صورة ايه كومبوست دي شكل المكمورة زي حضراتكم ما شايفين شكل الدخان وهو بيتصاعد من المكمورة بتاعتي نتيجة لارتفاع درجة الحرارة للنشاط البكتيري والكائنات الحية الدقيقة اللي هي موجودة ايه في المكمورة بتاعتي فبدأت تتحلل فبدأ ايه الدخانية تصاعد من الكومة بتاعتي كيفية انتاج طن كومبوست بنظام الكامر الهوائي لمخلفات المزرعة النباتية او الحيوانية طيب انا ازاي هنتج طن كومبوست طن كومبوست هيحتاج مجموعة من المكونات هنبدأ نجهزها علشان خاطر نعمل بيها ايه المكمورة ومجموعة ادوات هنبدأ ايه نوفرها فاحنا في الحلقات دي النهاردة ان شاء الله هنقف لحد النقطة دية وهنكمل منها ان شاء الله في الحلقة الجاية بحيث عايز حضراتكم تعملوا عملية تحضير للمادة ونشوف عملية انتاج الكومبوست الكمية اللي انا هنتجها دية هستخدم فيها ايه هنجهز ايه هنجهز مخلفات نباتية حيوانية ادوات للتقليب ايه تاني هستخدموا فهي دية الحاجات اللي انا هتم عليها ايه عملية المراجعة وبكده هنكون وصلنا مع حضراتكم لنهيئة حلقتنا النهاردة دا سودعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته